السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة المتميز لانتحان اخر العام. ان شاء الله هنحلها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ اتمنى تعملوا اللايك للفيديو. علشان اللايك بيساعد الفيديو ان هو ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. لنبدأ مع بعض. هنبدأ بالسؤال الاول هنا بيقول شوز نمبر وان ففتي سري هندردز. ان ديجيتس. از عندنا ففتي سري هندردز. هو عاوزها بيقول ان ديجيتس. شايفين معي فيم? احي دي ففتي سري هندردز. عندنا ان في النمبر ده ازا فاليو افزا ديجيت فور. فين فور? عندنا فور احي. طب دي موجودة فين? احنا عارفين ان دي تنس ودي عندنا هندردز. يبقى الفور موجودة فين? هقول في الهندردز. طب هو عاوز ايه? هو عاوز عاوز قيمتها. يعني بكم? يعني فور هندردز. دي واح اختار اخر واحدة. اوكي? طيب. اللي بعدها بيقول ففتي تنس از اكوفلانت تو. هو يقول ايه? بيقول ففتي. تمام? تنس. يعني كده. تمام. لو انا عملت ده مع ده. هيبقى من فايف دي وايزد وان ايكوالز فايف. يبقى هختار فايف. سيفن اوفر تن معناها كام? معناها سيفن تنس. احط زيرو بوينت. هنا عندنا كده في بوينت. وي سيفن. طيب وهنا? طيب يا ميس. طب هنا عندنا فيه سري زيروز. وهنا? اه ما هنا كمان برضو ممكن احط احط سري زيروز. دول ممكن احزفهم خالص. تمام? ففي النهاية هما الاتنين هيكون ايه? يعني زي بعض. ده بيقرا ايه? ده عندنا الري. الري بيقرأ عندنا من دي. فهقول ري اي بي. طيب اي واحدة عندنا اللي هي دي اللي مفوقيها علامة الري اللي هو ده الشكل اللي قدامكم ده عليها من فوق. فهقول ري اي بي. عندنا مين هي اللي بتكون فيه المكان محدد اللي هي النقطة. تمام? طبعا زي ما انتوا عارفيني الناس اللي امتبع معي انا نزلت قبل كده ملخص للوحدات كلها اللي عاوزها. هتلاقوها موجودة تحت في اول تعليق مسبب تحت الفيديو ده. هتلاقو فيه لينك فيه. هتلاقو فيه ملخص لمنهج الماس كله بالكامل. كل ابيزيت شيب. الشيب اللي قدامكم ده اسمه ايه? ها? عندنا فيه الصايد ده بيكون فيه بيرل الصايد ده. فده اسمه ترابيزيوم. قياس الابتوس انجل. وعندنا الرايت انجل. ها? مين عندنا فيهم زي بيجر? اكيد طبعا الابتوس بتكون بيجر زان الرايت انجل. فعندنا العلامة هتكون في الاتجاه ده. طيب سري اوفر ناين. بيقول ايز ام فراكشن. عندنا اللي فوق سمولر تحت سمولر زان الدينامونيدرو. فبالتالي ده بقول عليه بروبر فراكشن. هاختار اخر واحدة. هنا بتتكون من تو ريز مش وعين بيكون ليهم نفس النقطة. هي ايه? عندنا زاوية. اللي بعده بيقول زي ابيزيت تراينجل ايز نقطة تراينجل. التراينجل اللي قدامكم ده يعني مسلس قائم الزاوية. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول هول هول اللي هو عندنا الصحيح. اللي هو الواحد الصحيح. بيقول في كام من الهول يعني عندنا لو انا جيد الهول ده كام هندردز. هندردز يعني كده. من تحت في كده ايه? زيرو زيرو. عندنا في يعني كده هندرد. طيب والهول اللي خلي ده هول? اللي خلي ده هول لما يكون هنا ده كمان في صح? يبقى هندرد هندرد هي ايكوالز هول. الهول اللي هو الواحد الصحيح يعني. بيقول عاوزها تمام? يبقى عندنا اللي هي دي سيكستين تنس. تمام? دي معناها هنا. ان البوينت بتاعتنا دي سيكستين تنس. هنا في زير واحدة بس. يبقى البوينتة حتكون في النص ما بين الوان وما بين السيكس. تمام? تعالوا نشوف كده اللي بعده. قياس الاكيوت بيقول ايه بالنسبة للرايت? لا. الاكيوت بتكون سمول. فبالتالي انا احط العلامة قدام الرايت انجل اللي هي بتكون طبعا بتكون اكبر من الاكيوت. طب هنا عندنا وهنا هنا في هنا في يبقى على طول دي عندنا يبقى انا هختار العلامة اللي هي دي. طب هنا عندنا هنا هنا في زيرو زيرو برضو هنا كمان في زيرو زيرو. يبقى هنا العلامة الشاب اللي قدامكم ده اسمه ايه? ها? ده عندنا البرجرام ليه? ان ده عندنا ده. ده. وعندنا اللي هو ده. طبق انا مش عارف اعملها. عندنا ده. تمام? انا بحط هنا علامتين كده من البرل. شايفين معي بالشكل ده. طيب هنا نين او فايف. ايز نقط بيقول فراكشن. نين او فايف. الهنا عندنا النيمونيدور بجر زان الدينمونيدور. يبقى ده بقول عليه. تعالوا السؤال اللي بعده. تعالوا من فوق. بيقول بيقول هو جزء من تمام? وبيقول ان هو عنده نقطتين نهاية. يبقى ده مين? يعني عنده كده وعنده هنا كده وعنده هنا كده. يبقى ده اسمه ايه? اسمه تمام? الشكل ده? طيب. من في دول بيوضح التقاطع? هنا عندنا ده ولا ده ولا كلهم? كلهم. حد يقول يا ميس ازاي كلهم? طيب هنا عندنا في اه في ازاي? لو جبت ده عندنا كده ومشيت وكده. وجبت ده ومشيت وكده. هيحصل ايه? هيحصل هنا في البوينت دي. فعندنا فيه بينهم ايه? طبعا دول واضحين فيهم وهنا كمان اهي عندنا دي البوينت سوري اللي في النص دي. تمام? امسحة كده. عندنا البوينت اللي هي في النص دي كده وعندنا كمان البوينت اللي هي دي في النص. هنا عندنا ودي سيكس ناينتي ناين هندرز. مين فيهم عندنا بيجر؟ دي هنا عندنا ده سيفن هول وده عندنا سيكس. يبقى على طول عندنا السيفن طبعا بيجر زان السيكس. طيب توني فايف دي عندنا هول. دي توني فايف هول. فين توني فايف هول؟ مفيش عندنا غريل هي دي. طيب one over five is an oat fraction. هنا من فوق في one. يبقى على طول بقول عليها unit fraction. وممكن كمان اقول عليها proper fraction. يبقى انا هختار اخر واحدة. هقول. الاتنين. لان ده عندنا فوق فده وده كمان عندنا ان هو فبالتالي بقول عليه فهم الاتنين بقول هقول. هنا بيقول محمود خوري بيقول ان هو جمع البيانات عن عدد الاعضاء اعضاء الاسرة لكل الطفل في الفصل بتاعه. هو هيستخدم ايه? عشان يعمل عشان يجمع البيانات. فبالتالي هو هيستخدم تمام? لانا هستخدم عشان هو هيسجل حاجة هتكرر اكتر من مرة. طب هنا مين في دول بيساوي عندنا طبعا تن اوبر تن هنا طبعا ده هنعمل هقول وان بلاس تو سري بلاس تو فايف. ايه? ما هي عندنا فوق دول كلهم فايف. وتحت كمان فايف. يبقى عندنا ايه? فايف اوبر فايف ايكوالز وان هول. اللي بعده مش افزا فلونج ايكوال تو وان. مين في دول مساوي لي الوان? اكتر ملاحظين الوان ده يعني وان هول. يعني هاختار دي لان دي فيها هول. ما هو اللي قبل البوينت ده هول. واللي بعد البوينت ده ده دي سيمل. فهنا هاختار بس الوان. طيب فايف اوبر سيفن. هو هنا كده عاوزك انك انت تجزقها. طيب الفايف اوبر سيفن دي معناها ايه? تعالوا نشوف. هنا نقلنا تو بلاس تو فور بلاس وان حيدينا فايف. يبقى على طول هيا دي. هتدينا فايف اوبر سيفن. مين بيوضح هنا يعني خطوط بتكون متوازية. عندنا اللي هما اول اتنين دول. تمام? سوري. اللي هما دول يعني. اقصر مسافة بين نقطتين. القطع المستقيمة. بيكون لها starting point وليها ending point. the measure of an acute angle. عندنا acute وعندنا abdress. طبعا الabdress bigger than الاكيوت. فالعلم هتكون بالشكل ده. is a part of line and has one end point. جزء من الخطو بيكون لها one end point. مين هي اللي بيكون لها one end point اللي هو ray. فاختار ray. ray عمده بس هنا كده اهي دي end point. six hundred. six hundred معناها كده. six وهنا في zero point. تمام? وهنا عندنا zero. دي point مش كما. دي point. تمام? مقطة يعني. عنا مع عشريين. فهنا عندنا دي سيكستي. لأ هنا في zero وهنا في six. لق ايبع عندنا. six is bigger than اللي هي six hundred دي. تمام? is a straight path of points that goes on forever into two and two directions. بيقول لك ان هي بتروح طبعا او بتمشي في اتجاهين. اللي هي مين عندنا? line. خط المستقيم. بيكون واحد رايح كده واحد رايح كده. في اتجاه وده في اتجاه. اوكي? تعالوا هنا. three over seven as unit fraction. ركزوا معي بيقول ايه? as unit fraction. طالما هو بيقول معناها ان هو هيكون يعني فوق في ون. لازم يكون فوق في ون. طيب كام بلس كام يدينا سري وان بلس وان بلس وان. حيدينا سري اوبر سيفن. يبقى انا هختار اول واحدة. the opposite shape. اللي قدامكم ده ايه? اكيد طبعا كلكم عارفينه. ده طيب. اللي بعده بيقول هنا. which of the five six hundred. مين في دول بيوضح هنا fifty six hundred. اكيد طبعا اللي هي لقدامكم دي. تمام? fifty six. ودي كمان fifty six. في الاخر بيقول A and B. يبقى انا هقول له ايوة A and B. تمام? which of the is closer to one? مين في دول بيكون اقرب لال one? دي six over twelve? لا بعيدة. دي سيكس اوفر ففتين. السيكس بعيدة عن الففتين. توني سري اوفر ايت. لأ برضو. عندنا دي اليفن اوفر توالف. هي اكتر حاجة اسكولوستو لانهم قربين مع بعض. عندنا توالف اوفر توالف. اللي هي وان هول. اللي بعده. two show students marks in mass and science over four months. عشان توضح طرقات الطلاب في العلوم والرياضيات. يقول في اربع شهور. انت هتستخدم ايه? هتجيب احصائيات الماس والساينس. يعني دول حاجتين. طالما حاجتين يبقى انت هتستخدم double paragraph. which of the following is greatest? مين في دو عندنا اكبر حاجة? الاكبر حاجة طبعا ال one hold? اللي بعد. يبقى عندنا كام? لا. هنا برضو لا. هنا five times seven thirty five plus two حد دينا سرتي ناين لأ. two times seven fourteen plus five حد دينا ناينتين اوفر سيفن. يبقى تمام. يبقى عندنا دي كده مرة تانية. هقول two times two ايه? هنا هقول times seven fourteen. وفوق بعمل بلاس. يبقى فورتين بلاس five equals nine team. اللي هي دي لقصاتكم. تمام? هات two pairs of pearl size. مين اللي عنده الزوجين من الpeerl size? قلنا قبل كده الpeerlogram. وقلنا السكوير والرامبز. يعني كلهم. بقى اقول all of them. three over ten equals three over ten معناها three tens. دي لأ. دي في اهل لأ. دي لأ دي three hundred. دي برضو three hundred. يبقى عندنا اللي هي دي three tens. the measure of an aptus angle is قياس. ايه بالنسبة لي? هنا اللي هي ال right. الابتوس طبعا bigger than. فبالتالي انا هختار العلامة اللي وشها كده. which of the following is the greatest? مين في دول اكبر حاجة? عندنا the greatest? احنا عندنا اكبر حاجة احنا عارفينها ال one hole. والone hole معناها ان ديمونيدر بيكون like دينامونيدر. ولو كان عندنا النيمونيدر اعلى من الديمونيدر. فبالتالي ده عندنا بيكون bigger than ال one hole. يبقى هنا عندنا اعلى حاجة اللي هي thirteen over twelve. لان دي اعلى من twelve over twelve. يعني اعلى من ال one hole. يبقى انا هختار thirteen over twelve. which shows the perpendicular line? مين في دول بيوضح perpendicular line? اكيد طبعا هي واضحة قدامكم. اللي هي دي. اللي هي c. seven seven tenths is equivalent to seven tenths. يبقى هي هي equal لدي. تمام? وهي عندنا اكوفلانت برضو ليدي واكوفلانت برضو ليدي. يبقى هختار هنا all of them كلهم. طيب هنا بيقول ان improper fraction. عاوزوك improper fraction. يبقى اقول five times three fifteen plus two. عندنا سيفنتين اوبر سري. اي اي بيكون اي بالنسبة يعني لفوق بجرزان اللي تحت. هيكون اكتر منه وممكن كمان يكون للون. يبقى انا هختار تمام? ساعمل نشوف اللي بعده. التريانجل اللي قدامكم ده ايه? عندنا هنا طبعا ده ده يبقى ده بقول عليه ده مسل متساوي الاضلاع. طيب دي عندنا هنا عندنا اهيه. هو حطها هنا. اللي هي دي بقى مين? بقى عندنا اللي هي دي. تمام? فوسيته و سهلة جدا. مين في دول ده? لو حستوا معي اللي قدامكم دي? لأ طبعا. طب دي لو جيت قلتي تو تايم سري اكوال سيكس. و سري تايم سري اكوال زي ناين. هنا وان تايم سري عندنا سلي بلاس وان فور. لا هي عندنا سيكس اوفر ناين. تمام? هاد فور رايت انجل. مين عنده فور رايت انجل? مين اللي عنده فور رايت انجل? الباقي ما عندهوش. تمام? زي مجر اوف رايت انجل از قياس رايت انجل? كلنا عارفينها ناين تي دي جري. وسؤال مهم. اي بيكون اي بالنسبة للوان? اي بيكون لزان الوان? بيكون اقل من الوان. تمام? يلا نشوف اللي بعده. هنا. هنا غيب هو فورتي سيكس دي هول. تمام? غيب هنا يبقى لأ عندنا هي سكستي فور والفايف في التنس. فورتي سيكس اللي هي الهول. والفايف دي تنس. ودي عندنا سري هندرد لأ لكن مش هتبقى هنا. لان دي كده سري ساوزان. انا بقول سري هندرد يبقى بالتالي هختار اللي هي دي. تمام? ايز اه بيرو جرام وز فور اكوال صايد ان فور رايت انجلز. بيرو جرام لاربع اكوال صايدز. الصايدز بتاعته كلها بتكون اكوالز. وعنده فور رايت انجلز. وعنده فور رايت انجلز. اللي هو سكوير. المربع. الوان اكوالز. الوان اكوالز اللي فوق بيكون لزي اللي تحت بالزبط. دي بقى هختار هنا. all of them. this is ده اسمه ايه? اللي قدامكم? line. اللي بعده بيقول هنا. زان نقط. هاتو اكيوت انجلز وتو ابتوس انجلز. بيقول هنا عنده اكيوت انجلز وعنده ابتوس انجلز. اللي هو ايه? هنا بيقول اي و سي. عندنا البرو جرام و الرامبوس. دي بانا هختار هنا اي و سي. هنا عندنا ده بيقول. the place value of the digit four. الفور دي موجودة فين? موجودة في الهندردز. دي بانا هختار هندردز. بيقول اني عندنا اني سي اكوالز فور سي ام. و سي اف اكوالز فايف. و ان اف اكوال سيكس. يبقى عندنا تريانجول ده ايه? عندنا فور. و عندنا فايف و عندنا سيكس. يبقى كلهم مختلفين. كلهم ديفرنت. السيس كلها ديفرنت يبقى سكالين. طيب تعالوا هنا. لو لاحظتم معايا في المسألة دي ده كله هول. و ده عندنا اللي هو الدسمون. صح? يبقى عندنا حط ده. و جنبه الدسمون. فين اللي هي دي ده كل هول. و ده عندنا الدسمون. يبقى هاختار كده اول واحدة. طيب هنا عاوزها يبقى عندنا دي هول. و دي هول يبقى على بعض. تمام. و هنا عندنا دي في التنس. و عندنا دي كده في. عندنا دي سري. و هنا تو هندرز. يبقى على طول سيرتي تو هندرز. يبقى فين اللي هي دي. اول واحدة. which fraction ايكوفلانت تو ده? مين في دول ايكوفلانت? السري اصبحت سكس عملنا طايمز اتو. وتحت كمان هادينا تولف دي تمام. السري اصبحت وان عملنا ديفايد سري. تحت كمان يبقى سكس ديفايد سري تو. يبقى دي كمان. سري اصبحت ناين تايم سري. وهنا تايم سري يبقى يبقى انا هختار. وهنا عندنا دي. دي لو عملنا لها كده مع دي. هيبقى كام? يبقى هقول له. هنا عندنا دي سيفن هندرد. و دي سيفن تانس. لا عندنا السيفن تانس بتكون بجرزان سيفن هندرد. تمام? فاختار العلامة في الاتجاه ده اللي هي دي. the opposite angle is نقط انجل. الانجل دي ايه? اكيد ملاحظين ان هي صغيرة دي اكيوت. هنا عندنا دي يبقى دي طول وحدها. وان بلاس فايف سكس يبقى سكس اوفر تن ومعنا طبعا اللي هي الهول. الرقم اللي بيكون فوق اللي فوق الكسر يعني اللي هو شرط الكسر اللي هي دي او اللي هو اللي ده يعني. فده اسمه ايه? ده اسمه تمام? تعالوا نشوف كده اللي بعده. نعم عندنا سكستي هندردز. بيقول عندنا كام تن? لو عملنا دي كانسل الزيرو ده مع الزيرو ده هيبقى سكس اوفر تن. يبقى انا هقول له ايهام عندنا سكس تن. هاختار سكس بس. الرقم اللي بيكون تحت البار فراكشن اللي هنا يعني اللي من تحت. ده اسمه دي عندنا اه اه اكوفلانت لدي. وكمان اكوفلانت لدي. وايكوفلانت لدي اه الصايد ده اكولز ده. اكول سكس. واي سي لزان زم. وعندنا فيه الصايد الاخير اقل منهم. فاره طول فيه تنين اكولز واحد اقل بقى ده اسمه اي سيسلز. تمام? اللي بعده بيقول هنا. دي اسمها ايه? ماها لاين سيجمنت. تعالوا نشوف اللي بعده. فايف ان فور اوفر تن. از اكوفلانت تو. عندنا ايكوفلانت تو لمين? دي هول ودي فور تن. تمام? وممكن برضه اقول عليها اللي هي دي. وممكن دي. انا هاختار اف زم. مستحيل شايفين بيقول ام بوسيبول. ودي حالتها معاكم قبل كده. مستحيل ان احنا نرسم مسلس بيكون في ايه من الانجلز. مستحيل ان انا ارسم مسلس بيكون كمان رايد. يبقى انا هاختار بوس بي ان سي. هنا برضو بيقول لك مستحيل. ترسم تريانجل وز وان ايه انجلز. مستحيل ان الترسم مسلس بيكون فيه اكيوت. قلنا الاكيوت لازم يكون على الاقل فيه توت. في المسلس اللي تريانجل الواحد بيكون لازم فيه تو اكيوت انجل. تمام? يبقى انا هاختار هنا اكيوت. مين في دول يعني بيكون فيه وبيكون عندنا بتاعي هاختار اخر واحدة. اللي بعده اللي بعده بيقول هنا عندنا ان ده ده ناين وده ناين وده ناين كلهم يعني يعني بالتالي ده مسلس بيكون اكيوت. طالما كلهم اكوال يبقى ده اسمه اكيوت. اللي بعدهم بيقول هنا. وش افزة فيه لونج بيكون اقل من الون. لو لاحزنا معايا دي للون. ودي لأ هنا في ون وده هول يبقى ناين طبعا. معناها ان البوينت بتكون هنا. تمام كده. وبعدين العلامة. صح لو احنا شلنا وبعدين نزيله. لو احنا شلنا يعني الهاندرد دي. فبالتالي عندنا الاجابة الصحيحة. اقول ايه وسي. يبقى انا هاختار الاتنين دول. ده اسمه ايه? اسمه ري. طيب هنا. ده عندنا بيقول هنا. طب هنا عندنا جاي بالففتين اهيه? يبقى مين اللي ناقص? اللي هي الهول. يبقى سيكس هاندرد ففتين. اللي بعده بيقول هنا. ده تنس. عاوزها الدسيمول. ديسمول يبقى حط البوينت بعد اللي هنا يعني. يبقى بعد اللي هي دي. لان تنس يبقى حطها. تنس ده فيه زير واحد بس. يبقى حط البوينت هنا. لو قل يبقى حط البوينت هنا. تمام? حطه هنا. ده لو قل لكن يبقى حطه هنا بعد اللي طول. تمام? تعالنا شوف اللي بعد. عدد الزوايا القائمة اللي فيها كام بيقول هنا از بيكون كام بتكون واحدة بس في اي مسلس بتكون بس ون يبقى اختار ون مين في دول اكبر من الون هنا عندنا دي وعندنا كمان دي ودي لو حطيت هنا عندنا دي بيقول تن يبقى حط البوينت بعد نمبر ون بس كده يعني بعد السكس هنا فطبعا فهنا عندنا الفايف طبعا دي يبقى انا هختار ايزا الفراكشن اللي بيكون من فوق في ون اللي هو اليونت اليونت فراكشن طب هنا سكس بلاس تو عندنا كام ناين هنا عندنا يبقى سكس بلاس تو ايد ايد بلاس ون حايدين ايه ماين اللي بعده بيقول هنا ده عاوزها كفراكشن عاوزها كفراكشن يبقى عندنا هقول اللي هي دي هو بيقول هوندرلز يبقى اللي هي دي تمام هنا اكتر حاجة عندنا اللي هي فده بقول عليه تمام وعنده واحدة ابتوس يبقى ده عطول ابتوس طيب دي بيقول اتي فور دي اتي فور هور دي اتي فور هول يبقى عندنا عطول دي بيجر زان تمام ان الهول بيكون بيجر زان الدسمال بيقول عدد الريت انجلز اللي بتكون في الاي سيسلز ابتوس تريانجل وعن هما الاتنين ما بيكونش فيهم اصلا رايت انجلز خالص في الاي سيسلز ما فيهوش تمام فبالتالي هولو زيرو هنا عندنا دي فورتي سكس وهنا فورتي سكس دي عندنا هول لكن هنا عندنا دي فورتي سكس لكن دي فور هندرد سكستي تو يبقى عندنا طبعا دي معنى كده ان يبقى البوينت هنا يبقى هيكون هما الاتنين يعني هيكونوا زي بعض اللي فوقه قال من تحت ده اسمه هختار هنا كده اللي بعده عاوزه يعاوزه كهاندرد طب هنا عندنا دي كهاندرد معناها ان هنا كده فيه تمام اهي يبقى حط البوينت فين احط البوينت هنا تمام عشان هنا فيه يبقى حط بعد يبقى حط البوينت هنا بين يبقى معنى كده ان السري دي اصبحت يبقى حط وهنا عندنا ما هختار اللي هي دي عدد الاكيوت الموجودة في الاكيوت بيكون فيها كام اكيوت بيكون فيها تمام ففتين تنس ففتين تنس مع معناها ان البوينت هتكون هنا انه مقول هنا اوفر تن يبقى حط البوينت هنا بين الوان والفايف فبالتالي عندنا دي طبعا هتكون بيجر زان هنا مسلسة عنده يبقى ده على طول بقول اكيوت تمام اللي بعده المسلس اللي عنده سري ديفران سايد بقول عليه سكالين طيب هنا عندنا اللي اتنين دول هما اللي اتنين اكواز لان ممكن انا حط هنا زيرو مفيش اي مشكلة بيقول ايزا فراكشن نيمريدر مور زان الدينيمونيدر اللي فوق اكتر من اللي تحت فده اسمه امبروبر اتنين زي بعض واحد مختلف يبقى ده اي سيسلز عدد الرايت انجل في المسلس المتساوي ما عندهش رواية انجل هقول له زيرو تعالونا شوف اللي بعده هنا عندنا بيقول وان هول اكواز عندنا كام تنس وان هول ده عبارة عن ايه عبارة عن تن اوفر تن يعني تن تنس يبقى حكتب كده هنا ايه تن طيب وان هول اكواز سيكس ما هل وان هول ده عندنا سيكس اوفر سيكس بتدينا وان هول طيب ايه تنس معناها ان الحاجات دي كلها انا شرحتها قبل كده قبل كده في المنخصات اللي انا عاملها وموجودة على القناة وزي ما قلت في اول تعليق بيقول هنا يبقى عندنا بكتب كده يبقى كده بكتب ايه عندنا طيب هنا دي هنا حكتب كده بالكلمات حكتب كده تمام انا حكتب لكم مرة واحدة على الشاشة دي اسمها ايه دي اسمها طيب عاوزها يبقى هقول كده تمام هندرد نكتبها كده طيب اللي بعدها اللي بعدها هما الاتنين شبه بعض يبقى هنزل التن وهقول اللي بعدها عندنا دي دي توني هندردز انا هقول له بس زيرو عندنا عاوز بتاعة دي موجودة فين دي هنا عندنا دي هندردز يبقى هقوله موجودة في هندردز اللي بعده ازا هعاوز هنا بتاعة السيفن الموجودة هنا دي موجودة فين هقول سيفن تنس بحط كده زيرو هنا وهنا سيفن سكسدي ان فيفتي سيرو هندرز عاوزها ستاندرد فورم هنا بيقول سكس ان فيفتي سري هندرز سكس اهي표 وعندنا بيقول أحط كده بوينت تمام بيقول فيفتي هنا سري هندردز هنا في بوينت في بوينت هنا هي تبسحت معي تمام هعاوزها يبقى هقول طيب قياس بيقول ايه هقول بعدين السؤال ده بيقول هنا عندنا ده هنا نحظين معايا جايب عندنا اللي هي الجزئية دي تمام يبقى عندنا اللي هي يبقى نحط بس كام هحط هنا تمام انا هقف لحد الجزئية دي علشان وقت الفيديو ميكونش اطول من كده ان شاء الله انتظروني في بارت تو قريبا جدا هنزله لكم اتمنى لكم التوفيق والنجاح ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو باي باي